من المخيف دائما التحدث عن الموت كانت هناك جوانب غير معروفة عن الجلادين العتمانيين الذين نفذوا حكم الإعدام على رجال دولة مهمين كالوزراء، الأمراء، وأيضا الصلاطين بدأ استخدام الجلادين في القرن السابع عشر عندما كان العتمانيون في قمة قوتهم وأي شخص حكم عليه بالإعدام يكون ضحية لجلادين الموت وكان الجلادون يختارون بشكل عام بين الكرواتين والغجر في ذلك الوقت كانت من أهم سماتهم هي السم والبكم أعطيت هذه المهمة السم والبكم لأجل الرحمة ولأجل المحافظة على الأسرار كذلك فعندما لا يسمعون صراخات الشخص الذي سينفدون حكم الإعدام عليه لا يتأثرون به وبعضهم كان يتم قطع ألسنتهم قبل البدء في عملك جلاد بين الجلادين يوجد رتبة أيضا على سبيل المثال عندما يكون المحكوم عليه من رجال الدولة أو من السلالة الحاكمة فلا يقوم الجلاد العادي بإعدامه بل يعدمه جلاد آخر برتبة أعلى يتم دعوته بالبستاني وعادة ما يكون الأقدم بينهم فيما يتكلف الجلاد العادي بإعدام الأشخاص العاديين من العامة مثلما هناك جلاد خاص لرجال الدولة وآخر للناس العادية عقوبة الإعدام تختلف أيضا فرجال الدولة والأماراء والسلاطين يتم إعدامهم خنقا بينما يتم إعدام الناس العادية بالسيف فدماء أفراد السلالة العثمانية لم تكن تسفك لأن الدم العثماني كان مقدسا فكان إعدام السلالة مختلفا عندما يتعلق الأمر بأفراد السلالة يتم إعدامهم خنقا بالخصوص الأمراء والسلاطين كان من المعروف أن يتم إعدامهم بحبل من حرير على الرغم من أن شواهد القبور كانت مصنوعة بشكل جميل لتسمى قطعا أتارية في العاد العثماني إلا أن مقابر الجلادين كانت مختلفة كانت قدرة ولم يكتب أسماؤهم أو تواريخهم على قبورهم وكان يتم دفنهم بعيدا عن الأعين لأنه لم يرغب أي أحد أن يدفن على مسافة قريبة منهم حتى بالقرب من مقبرة أيوب هي المكان الذي دفن فيه الجلادون وهي مقبرة الجلادين الوحيدة في العالم وتعتبر مكانا سياحيا في تركيا كانت قبورهم بدون أسمع والغرض من ذلك حتى لا يأخذ لعنة كل من يحمل اسما مشابه لإسم الجلاد وأيضا حتى لا يتم الدعاء على الأشخاص الذين يحملوا النفس أسمائهم كما كانت حياة أقارب الجلادين مطلوبة للحماية بهذه الطريقة كانت تبقى هوياتهم مخفية وهم على قيد الحياة وبعد موتهم كذلك تم إبعادهم عن الناس بسبب الخوف الذي كانوا يسببونه لهم ورغم الضرر الذي لحق بالمقبرة على مدى العصور قريبا من المقبرة يمكن رصد ستة أو سبعة شواهد قبور باقية لهم حيث أن شواهد قبورهم لا زينة عليها ولا إسم سوى حجارة صماء كان الشنق والغرق وقتل الرجال في الدولة العثمانية شكلا من أشكال للعقاب وكان يتم إبقاء الجلادين جاهزين في القصر وفي بعض الأحيان يقوم الجلاد بقراءة العقوبة التي أصدرها السلطان على المحكوم عليه قبل أن يقوم بإعدامه وهنا يقوم بهذه المهمة جلاد عادي غير أبكم أو لم يقطع لسانه ليقوم بعد ذلك جلاد آخر بإعدامه إذا طلب من الجلاد أن لا يموت المحكوم عليه على الفور وحدث أن مات فيتم قتل الجلاد كذلك كما تعتبر الأشياء التي على الشخص العادي الذي تم إعدامه بلكن الجلاد الذي أعدمه كالنقود أو المجوهرات والجدة كذلك فيستطيع أن يرميها أو يبيعها لأقارب المحكوم عليه ترجمة نانسي قنقر